بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم عزائي المشاهدين و المشاهدات نرحبوا بكم في أميز الحلقات في هذا اليوم أتمنى أن نطلع لكم بصورة جميلة مع زميلي أخوي و حبيب قلبي حمد سعود و مع ضيفنا أمدري يقول رأي المحل ولا يقول حنا الضيوف فيصل العبدالي نعم الله يزيزك و يزيزك يا مرحباً و السلام ليه شرف صراحة أول مرة بس ليه شرف جداً لازم كده يتشرف مع قامات السوق الكبيرة صراحة الله يحفظك ما عنه شنو شنو لما ما قلت شيء مع قامات السوق زياد الفرصة أولا القامة أنت أنت قام الحالك تواحبك بعد أن تدخل أي برنامج و بعد أن تدخل أي برنامج أنت الحالك قامت عيني عيني على المدعي وجودك أصلاً في أي برنامج يجعل البرنامج قامت تعلم تعلم أنا معلمة يا حظي تعلم تعلم التلفيل من النساء الحلوة كذا الله يحفظك يا حبيب بعد أن عنده فقرة أنا أريد أن يستلمني أنا ترى لا أنا أريدك فيه بعد أن أسألك يا حمد عنده فقرة في برنامج الفرصة اسمها التحجير صعب للأم هي أول ما دخلت استلمني فيها اليوم وقتك ترى ترى فقرة فقرتك اليوم ترى تستلمها بطريقة بدما يحس لا أضحكت علي لا لا أمور طيب طيب أبس أسألك صراحة فقرة التحجير هذا وش أعجبني أسمع عجبني أسمع وش تسأل أسئلة شخصية وش أعطنا مثل حلقة حمد لم أتابعتها أبي أهم الأشياء التي سألتها حمد والله جد بالله أعرفها أهم سؤال أذكر أهم سؤال ذكرتها الفكرة هي كانت تشوف أنه يعني تأخذ مجموعة متسابقية ثنين ثلاثة في اليوم والله يعني في نفس كانت الفكرة كده بس صارت واحد لأنه ما شاء الله حمد ما حي يجاو بعشر دقائق يحتاج نص ساعة عشان يجاو أنا تحج شو إياك همت كيف؟ يحتاج نص ساعة عشان يجاو أنا تحج شو إياك يقول أرنة ولا أخلي أرنة أرنة خلت حلقة مع حمد توقع أن أخذت 25 دقيقة والأسئلة من نوع شوف شيء عن البرنامج شيء عن حياته والشخصية ممكن كانت شيء مثل كده بس صراح حمد يعني يحتاج حلقات عشان تطلع اللي في داخله بس هذا الإنسان أول شيء زيما قد تحتاج لأكثر من نص ساعة والشيء الثاني إنسان دبلوماسي جدا يعني ما عندك إجابة صريحة؟ جداً في إجاباته أنا ما خرجت بشيء نص ساعة ما خرجت بشيء من الفقرة لا في شيء جديد يعني أنت كمقدمة في هذه الفقرة تتمنى أن يطلع أسئلة واضحة وصريحة أي يعني شوف حتى لا يوجد أسئلة لا يوجد إجابة شافية له توقع يعني كلها يعني كده يعطيني إجابة عامة من فوق سطحية ليش؟ 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 ما تقدر يعني؟ أمتى تستلمني؟ لا أستلمك بس أنا أسألك سؤال ليش؟ ليش ما أتجاوب بصراحة؟ يمكن أن أجاوبته بصراحة بس هو يتشوفها عامة لا لا هذا مقياسي مقياسة جمهور سطحية